اشتركوا في القناة السادة الأساتذة الأجلاء أعضاء مجلس جامعة بلجراد السادة الأساتذة أبنائي وبناتي طلاب جامعة بلجراد السيدات والسادة الحضور اسمحوا لي بداية أنغرب عن شكري وامتناني الكبيرين لمنح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد العريقة وإنه لمن دواعي الفخر والسعادة أن أخاطبكم اليوم من فوق هذا المنبر العريق في وسط كوكبة من علماء الجامعة والشباب الجامعي السربي الوعيد وفي رحاب جامعة بلجراد الرائدة التي تعد أكبر وأقدم جامعة في السربيا وترجع نشأتها إلى أكثر من مائتي عام كما يعود الفضل لمساهمتها الفعالة في نشأة العديد من الجامعات في السربيا ومنطقة البلقان لتؤدي دوريها المنوصبية في الالتقاء بالمجتمع من خلال مساهمة أساتذتها وطلابها وخريجيها من النوابغ السربيا في تطوير الحياة الثقافية والعلمية والتعلمية والسياسية والاقتصادية لدول السربيا السيد الدكتور رئيس الجامعة إن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسربيا ولا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز والتي تساهم الزعماء المؤسسون وغيرهم من القيادات التاريخية الوطنية الملهمة في تأسيسها بكل ما لها من قيم ومبادئ نحتز بها حتى يومنا هذا وتشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدرتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا الإقليمية والدولية وتؤكد مصر دائما أن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات جديدة ونشئة إضافة إلى التحديات التقليدية وعلى رأسيها مسألة تغير المناخ وبما يمثل تحديدا حقيقيا يواجه المجتمع الدولي ويتطلب تعاون جميع الدول لمراعاة شواغل بعضها البعض وعلينا جميعا أن تغير المناخ والزيادة السكانية العالمية تسلع من وطيرة الأزمة التي أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم ومن منطلق حرث مصر على حجد الجهود الدولية لمجافحة تغير المناخ ستصديث مصر القمة العالمية للمناخ كاب 27 والمقرر عقدها في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وتعضف مصر لأن تستاهم نتائج القمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض سواء فيما يتعلق بهود خفض الإنبعاثات التي لا ذالت لا طرق إلى المستوى المطلوب خاصة ما يتعلق بمراجعة ودحديث المساهمات المحددة وطنيا أو فيما يتعلق بجهود دعم الدول النامية للتكيف مع أثار تغير المناخ أو اتصالا بحجم تمويل المناخ المتاح الحضور الكريم تعتبر دذة المياه والتصحر والجفاف من أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي واتصالا بمدى أثر هذه الظاهرة على قدرات الشعوب ومستقبلها بل وتعثرها على تحقيق طموحاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبها فمن الأهمية التعامل بكل جدية مع هذه الظاهرة من خلال توظيف القدرات الإبداعية لابتكار تقنيات متطورة لاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والتصدي لظاهرة تغير المناخ للحلولة دون توسيع رقعة التصحر والجفاف حيث لا يقفى ما لهذه الظاهرة من تأثير مباشر ليس على الأوضاع الاقتصادية في حسب بل يتعدى ذلك لنتاق الأمن والاستقرار على المستوى الوطني والإقليمي من جهة أخرى فلابد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة وفي مقدمة جهة تجنب إحداث الدرر الجثيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو ومن هذا المنطلق فقط السادة الحضور لقد اتخذت مصر القيار التفاوضي في تعاملها مع قضية البيئة ولا سيامة موضوع السد الأثيوبي استنادا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا في تنمية العلاقات السنائية بين مصر وإثيوبيا والتشهد في مهات التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا تحل تدعيات بناء سد النهضة وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل خاصة مصر والسودان وإثيوبيا وذلك على حساس المفاة المتبادلة وعدم الحاق الضرر والعمل على تحقيق المصطحة للجميع وحرصنا في الوقت ذاته على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل وهو ما يستلتم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصب إليها وزيادة القدراتية على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت يحفظ مصالح دولتين المصاب مصر والسودان وعدم الحق درر بحقوقهما المائية وذلك من خلال حتمية دولة اتفاقية قانونية ملزمة وشابلة بين كل الأطراف المعنية حول قاعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة وحادية الجانب التي من شأنها الحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل السيدات والسادة الحضور إن المجتمع الدولي ما زال يواجه أيضا العديد من التحديات التقليدية وفي هذا السياق تدعم مصر كافة الجهود الرمية لحفظ السلم والأمن الدوليين ولا سيما في ظن ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على استقرارها وأمنها ومساعة أقصيب الدول وهجم مؤسساتها الوطنية وإعلاء الولاءات القائمة على أسس طائفية ومذهبية على حساب مفهوم الدولة الوطنية وطالما طلبت مصر باتباع جنهج شامل لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة سوريه وأشكاله وتكسيف التعاون الدولي لمكافحة ديه وفي إطار نفع جهود لاستقرار بالمنطقة تدعو مصر لتعزيز الجهود الرمية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أساحة الدمار الشامل في ظل ما يجتنف ذلك من مخاطر تهدد بقاء البشرية والسلم والأمن الدوليين كما تستمر مصر في دعم القضية الفلسطينية إلى أن تتحقق طموحات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكما نوجه قضائنا الإقليمية نسعى أيضا إلى معالجة القضايا الدولية حيث يشهد العالم منذ بداية العام الجاري عواقب السمر للأزمة الرهينة في أوكرانيا وترتاكد ثوابة الموقف المصري من هذه الأزمة على أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهديئة والتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك وبما يجنب شعوب العالم الآثار السلبية للأزمة السيد الدكتور رئيس الجامعة أساد الحضور الكرام في الختاب أتوجه مجددا دفاعك الشكر لسيد الدكتور رئيس جامعة بلجراد العريقة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية ولأعضاء مجلس الجامعة الأجلاء متمنيا استمرار التواصل والتنصيق بين البلدين وزيادة أواصل الصداقة والتعاون بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم